اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مش كتير من الطلبة بيتفهموا معاه عشان كده مش عايزك تتخذ اول معرفك على الديفايدد الديفايدد بطلقه سمعت كل اللي قال ييه بايخ ما بحبوش ما بحبش اتعامل معاه ما بفهموش ما بعرفش اعمل الديفايدد الحمد لله رب العالمين ان ربنا رزقنا بكالكيليتر وانا بسميه سلاح التلميذ وهو ده السلاح اللي دايما في جيبك قصدي على مكتبك وقبل ما نبدأ اللسم بتاعنا لازم يكون جنبك الكالكيليتر قلمك حبيبي وكراستك اللي انت هتكتب فيها step by step لان كل شغلنا ماشي step by step احب بقى اقدم لكم الديفايدد على اصوله كما لم تعلموه من قبل يعني ايه؟ يعني عمروكو قبل كده سمعتو ان الديفايدد في الحقيقة بتتكون من حكتين حكتين ازاي؟ اه خط الوحدو وده خط fraction ونقطتي والنقطتين دول انا هسميهم ratio هسميهم ايه؟ ratio خد بالك بقى يبقى انا دلوقتي قسمتلك الديفايدد حكتين الخط ده هنسميه خط الفراكشن اللي احنا عارفينه من زمان والنقطتين هنسميهم ratio اوكي؟ طيب تعالوا نكمل كلام ونفهم اكتر تقصدي ايه يا ميس ان الديفايدد اتقسم حكتين في الحقيقة انا ممكن اكتب سؤال زي اللي قدامي ده 85 divided 100 لأ اه اوعي تقولي لي ما ينفعش اي حاجة تنفع السنة دي السنة دي حضرتك معاكي كالكليتر اكتبي بسرعة عليه 85 divided 100 هتطلعي حل ايا ما كان الحل هو ده الريزلت المطلوب من حضرتك طيب نرجع للسؤال بتاعنا 85 divided 100 انا مش بسألك equal cam انا بسألك ينفع ان انا اعيد صورته واكتبه بطريقة تانية مختلفة باستخدام خط الفريكشن ايوه سمعتك يلي قلتلي ينفع هخلي ال 85 numerator وهخلي ال 100 denominator ما هو اصل حاجة واحدة تقريبا يبقى خط الفريكشن هو هو مفهوم عملية الديفجن ما روحناش بعيد طب وهل ينفع ان حضرتك تعمل 85 over 100 على الكالكليتر اه طبعا انت عندك الكالكليتر بتاعك خط الفريكشن علامة الفريكشن وتقدر تكتب عليها 85 كنيوميريتر و100 كديناميريتر ولو انت مش متمكن قوي من كتابة الفريكشن على الكالكليتر تقدر تكتبها بصيغة بتاع الزمان تاعت العيال الصغيرين 85 divided 100 طيب دي حاجة طب والحاجة التانية فين ال 2 dots اللي حضرتك قلت عليهم ratio ال 2 dots هم اكتب ال 85 وال100 ازاي ابسط من كده مفيش 85 وبعدين ال 2 dots وبعدين ال 100 طب تقرأ ازاي اسمع مني وقول ورايا يلا قوليلي يا امر قولوا ورايا انتو الاثنين 85 to the ratio 100 نقول تاني 85 to the ratio 100 تمام الكلام الكلام ده بقى هو اللي احنا بنسميه ratio وهو ده ال title بتاعنا العنوان بتاع اللسم بتاعنا يبقى اول دروس منهجنا السنة دي اسمه ratio يعني ايه ratio يعني ال 2 dots اللي احنا فصلناهم من علامة ال divided طب واحنا لما فصلناهم هنشتغل بهم لوحدهم من غير الفراكشن ابدا دول هما الاتنين مراضف لبعض يبقى ال ratio هو 2 dots لكن كمراضف له في المعنى خط الفراكشن وهنعرف الكلام ده في ال examples الاتية ايه دي ال ratio وابتدي عرفك لو انا كتبت اي نمبر فوق خط الفراكشن هسميه first number طب والخط ده من تحته هكتب ايه في ال denominator هكتب second number يبقى ال ratio مكوناته ايه اي نمبر فوق واي نمبر تحت هسمي النمبر اللي فوق first number والنمبر اللي تحت second number يبقى ال numerator دايما عندي اسمه first number no dot يعني number اختصار كلمة number والديناميناتر second number وفي نفس الوقت اقدر استخدمهم بصيغة التو دوت بتاعتير ريشيو وهي دي الاصل كمان يعني هكتب first number to the ratio second number يلا اقولوا ورايا first number to the ratio second number طيب في بدائل لنفس الكلام يعني first number والsecond number اقدر اسميهم غير first number والsecond number first term والsecond term يعني ممكن اقول اني مكونات الريشيو first number over second number or first term over second term وبنفس الوضع زي ما عملنا مع الاجزامبل الاولاني هكتب first term بالمنظر ده to the ratio second term وفيه كمان بديل تالت مرادف تالت لنفس الكلام اللي فات مش جديد يعني كل دول التلاتة دول بدائل لبعض لو جالي في الامتحان يسألني سؤال فهوم وفي كتب في حاجة يسألني ratio equal a over a او dots to the ratio dots اختار اللي يجب البديل التالت كلمة جديدة خالص علينا ما سمعناهاش قبل كده antecedent وبرضه الديناميناتر كلمة جديدة علينا ما سمعناهاش قبل كده consequent ودول two expressions gooded اسمهم antecedent over consequent اسمعتاني antecedent over consequent مش سمعاكو بتقولوا ورايا انتو هتزعلوني ولا ايه خلينا نبدأ عمد راسي سعيد يلا بينا اكتبهم برضو على صيغة ال ratio antecedent to the ratio consequent يبقى كده انا عرفت البدائل التلاتة لذكر مكونات ال ratio يبقى ال ratio دايما بتكون من ايه من حاجتين حاجة to the ratio حاجة بس الحاجتين دول لهم مسميات لهم اثامي لهم اسماء عندي يئم اقول عليهم first number second number يئم اقول first term second term يئم اقول antecedent وconsequent وصلت كده اوكي انا الاوام بقى نعرف معنى كلمة ratio هو ratio اصلا يعني ايه لان احنا علينا ان احنا نحفظ definition بس انا محبش كلمة نحفظ دي والله بكرارها موت تعالوا نقرأ كلمة كلمة في definition بتاع ratio ونستوعبها عشان تقدر تعبر الوحبك طيب هو ratio عبارة عن ايه ratio طريقة method طريقة way it is a method or way يعني طريقة to compare between اقارن ما بين اقارن ما بين ايه حكتين اكيد two similar quantities or numbers حكتين بس مش اي حكتين لازم يكونوا quantities كميتين او numbers عددين يعني لازم اتعامل مع numbers و النومبرز دي لها كميات لازم تكون quantity يعني كمية ايه مثلا كمية كيلو برامز كمية length كمية money كمية كميتين similar زي بعض يبقى انا لما اقارن هعمل comparing ما بين حكتين شبه بعض يعني مثلا لو انا هقارن ما بين احمد و محمد ما ينفعش اقارن ما بينهم مثلا اقارن ما بينهم هما الاتنين ينفع في الطول مع بعض يبقى طول احمد بالنسبة طول محمد قد ايه انما ما ينفعش اقارن مثلا طول احمد بوزن محمد لا ده ده كلام مش تمام ده معنى كلمة similar يعني ايه similar يعني هما الاتنين متشبهين شبه بعض يعني having the same units يعني لما اقول كيلو جرام يبقى زيه بالزبط كيلو جرام لو قلت سنتيمتر يبقى زيه بالزبط سنتيمتر لو قلت ليتر يبقى ليتر خلاص يبقى انا لما هعمل comparing هقارن حكتين يكونوا having the same units تمام in the simplest form المقارنة دي بتن in the simplest form يعني هفضل اعمل simplify لحد ما اوصل لابسط صورة simplest form يعني اقل درجات المقارنة ما بين the two quantities يعني هفضل اعمل لهم reduce simplify طب والreduce والsimplify ده لو انتو فاكرين من زمان كان بيتم بواسطة ايه using division البطل بتاع المسلسل بتاعنا تمام طيب عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي وبيتم ازاي المقارنة ده هنرجع بالذاكرة كده لورا شوية من ساعة ما انا كنت مشية وهحكي لكو حكاية كنت ماشية كده بتفرج في المحلات ولقيت حاكتين هايلين جدا جدا وكنت هموت واشتريهم لبنط الحاجة الاولى كانت skirt جيب جيبة جيبة بناتي وسعرها جنان كان ب150 جنيه 150 pounds والحاجة التانية كانت dress فستان وهو كمان كان سعره هايل كان 300 جنيه 300 pounds skirt وتمن dress اقارم ما بينهم ازاي مش عايز اقول مين اللي اكبر ومين اللي اصغر مش دي اللي انا عايز اعرفها انا عايز اعرف ده تمن وقد ايه بالنسبة للفستان انا انا سمعتك على فكرة اللي قلتي برافو عليك احتفظي بالحل اللي انت قلتي لحد اخر كلمة هكتبها وهتتأكد ان انت كنت صح من البداية وانت كمان حبيبي برافو عليك شاطر جدا اللي قال هو ده تمن وقد ايه بالنسبة لده من سمية واحدة شطاف والله العزم برافو عليك بس تعالوا نعرف نتعامل ازاي معاهم على صيغة الراشيو لو انا حطيت two dots بالمنظر ده ما بين المبلغين من الموني يبقى انا كده عملت حاجة اسمها راشيو ايه هو الراشيو اتفقنا انه هو سيمبليفاينج طب انا اعمل سيمبليفاينج ازاي اول حاجة لازم احتفظ بالtwo numbers من غير اليونتز بتاعتهم يعني اول حاجة انا هكانسل كلمة pounds من عند two prices السعرين اللي قديني خلاص انا هتعامل معاهم على انهم two numbers من غير اليونتز بتاعتهم طالما هما الاثنين عندهم the same units يبقى انا اقدر اتعامل معاهم كtwo numbers pure كده نقيين من غير اليونتز طيب دي اول حاجة لازم نتعلم الحاجة التانية مين اللي لوحظ معايا ان 150 وال300 هما الاثنين can be divided by the same number انا هو number داي انا مش واخب باني لا ازاي هو انت مش شايف بعينك ان فيه هنا زير على اليونتز وفيه هنا زير على مكان اليونتز يبقى انا اقدر عملهم هما الاثنين divided by can by ten فعلا وده يطلع لي حل اسمه ايه 15 to the ratio third طالما انا بس عملت canceling للزير اللي على اليونتز دي يبقى انا كده عملت ايه divided by ten وانا لازم اكتب الجزء ده اللي على جن لازم يتكتب عشان هو ده اللي بيوريني حضرتك فهمت انت ماشي ازاي ولا بتعمل simplify بحقه حقيقي ولا لا طيب وهي 15 to the ratio 30 ننفع يعني ينفع نعمل لها simplify تاني مرة كمان على فكرة اه طبعا ينفع جدا ازاي بقى ما انا ملحظة ان هما الاتنين can be divided by اوعى تقول تان بقى لأ مش تان المرة دي هما الاتنين في table كام صح يبقى اقدر اعملهم هما الاتنين divided by 5 ال 15 هتبقى 3 لكن 30 هتبقى 6 واحد تان يقول لي ميس طب ما هو ينفع نعمل ال 3 وال6 divided برد اه والله انت برافو عليك وانتي كمان شطرة برافو سمعتك قلتي لي على طول الحل هيبقوا هما الاتنين divided by 3 excellent انتو الاتنين شطر والله مبسوطة جدا منكم ولادي وبناتي والله انتو الاتنين اشتر من بعض ولما اعمل 3 و 6 divided 3 كل واحدة منهم divided 3 بسرعة تبقى 1 to the ratio 2 طيب ال 1 وال2 ينفع يتعاملوا divided اه ابدا خلاص ال 1 ده اصلا هو اصغر نمبر في الدنيا وهو the simplest number فانا I cannot divided anymore ال 1 ماينفعش يتقسم اكتر من كده ومافيش division هيوصلك لل zero فاصلوا عندي كده معايا عشان ايه simplest form لو قبلتك فيها 1 خلاص كده I cannot simplify anymore يبقى ال 1 هنا simplest form وبكده نكون وصلنا للحل النهائي ايه هو الحل النهائي الراشيو يعني ايه الراشيو يعني كل اللي فات ده ما كانش راشيو لا اللي فات ده ما كانش راشيو ده كنت انا بحاول اوصل للراشيو اللي هو ايه الراشيو اللي هو the simplest the simplest form اذا لما انا وصلت في النهاية لل 1 راشيو 2 ده معنى انه ال price بتاع skirt 8 جب من الاول كان بيساوي 1 مقابل 8 من الاول انه هو بيساوي قد الجب مرتين يعني كل اللي قال ليسي الكلام ده equal half اشكرك اللي لاحظها من اول ثانية برافو عليكم والله تستهلوا ثقفة كبيرة ثقفوا لنفسكم يعني ايه half يعني الجب ده 250 جنيه كانت 8 نص 8 الفستين ابو 300 جنيه هو ده بمنتهى البساطة مفهوم الراشيو وهي ده الطريقة اللي احنا بنتبعها للوصول الى simplest form حلوة اوي الكلام ده ندخل على application وكلمة application معناها تطبيق والتطبيق ده مش تطبيق لغة عربية تطبيق يعني هنشوف نماذج اسئلة او امثلة طبعا هحلها معاكم بس ايه في الاول في صغة سؤال من الحياة هو ده application من الحياة يعني الاسئلة اللي احنا هنواجهها بحق وحقيق وزي ما احنا اتفقنا ان معظم معظم الاسئلة اللي عليك السنة دي سواء في كتب مدرس كتب خارجي اي applications موجودة في اي مكان امتحانات quizzes اي حاجة المسائل كلها معظمها word problems مسائل لفظية بس انا مش بحب بسميها word problems انا بسميها life situations مواقف حياتية تعالوا بسرعة نشوف اول موقف بيقول مطلوب من حضرتك في الشكلين اللي قدامك دول express the ratio between express the ratio يعني express the ratio يعني show وضح اظهر اعرض اعرض للراشيو ما بين ما بين ايه الريكتانجل والسكوير دو بس نكمل قراءة بالزبط عشان نفهم ايه المطلوب بالزبط express the ratio between the area of the square and that of the rectangle يبقى بالتحديد هو عايز الريا عايز حضرتك تحسب الريا بتاعت الريكتانجل والريا بتاعت الريكتانجل ونعمل ما بينهم two dots نسميها ratio يعني نعمل ما بينهم طريقة الكمبير اللي اسمها ratio يعني اعمل الريتين دول ان شاء الله simplify يعني افضل وراهم لحد ما اوصل لل simplest form تمام قوي الكلام والله الاسئلة دي سهلة خلص طيب ياميس يعني انت عايزانا نحسب الريا بتاعت السكوير بسيطة الاريا بتاعت السكوير اصلها side times side والاريا بتاعت الريكتانجل length times width تمام الكلام وانا ما طلبتش اكتر من كده side times side اللي هو كام في كام يا ولاد ها 4 by 4 اما اللينث والويدث بتوع الريكتانجل كام وكام ياس 6 times 3 حلو طيب الاريا بتاعت السكوير لما حسبناها طلعت كام طلعت 16 الله ينور والاريا بتاعت الريكتانجل 6 by 3 18 اللي مش بيعرف يعمل ملتيبليكيشن سريع ومش حافظ التايم تي بالعدل حضرتك معك سلاحي التلميذ الكالكليتر بتاعك اوعى تسيبوا مطفي اياك تسيبوا لي مطفي طيب هل احنا كده خلصنا هو ده المطلوب لأ طبعا هو احنا كده بدأنا بدأنا ايه بدأنا بأول two numbers في الرشيو بتاعنا يبقى احنا كل اللي فيت ده كنا بنعمل تحضير بنحضر two numbers اللي انا هبتدي اعمل لهم divided اعمل لهم simplify طب الsixteen والeightين can be simplified اه والله ينفعوا طبعا simplify هعملهم divided by كام هما الاثنين مين عارف الsixteen والeightين هما الاثنين مفيش حل قدامي غير divided by two اللي قال اي حاجة تانية صراحة كذا من غير زعل انا بحب اقول الحقيقة اللي قال اي حاجة تانية غير table two يبقى ولد مش تمام او بنت مش تمام يبقى انا هعملهم هما الاثنين divided by two وكده هيطلع للحل equal eight to the ratio nine وهلو ده المطلوب من حضرتك صعب الكلام ده ابدا يبقى في البداية هو طلب من حضرتك express the ratio يعني اعرض لي الراشيو اظهرهولي وضحولي يتحل ازاي الراشيو ده اهو اهو ابتديت بالارية بتاعت السكوير والارية بتاعت الريكتانجل مشيت وراهم وحلتهم وطلعت الحل وبعد كده عملت simplify وصلت لل simplest form يبقى انت وصلت لل ratio in the simplest form هل من حقك تكتبه على شكل fraction اكيد تبقى equal eight over nine يس next المثال التاني second example برضو express the ratio between between ايه المرادي between the height of the tree and the height of the house يبقى المرادي الكمبيرين بتاعنا ما بين ايه و ايه height of the tree and height of the house تمام نبدأ نبدأ ونقول هو الهيه بتاع التري التري كانت كام nine meters طب والهيه بتاع الhouse six meters وطالما هما الاتنين having the same unit I can cancel this unit and start simplifying خلاص الnine والsix هما الاتنين can be simplified يعني can be divided by three اطلع الحل على طول في خطوة واحدة تبقى three ratio two وهو ده simplest form هل من حق اكتبه على شكل fraction اكيد ممكن اكتبه three over two حد هيقول لي ميس الديناميناتر بتاعي صغير عن نيميريتر ينفع اكتب الفريكشن النيميريتر بتاعه كبير والديناميناتر صغير برضو على فكرة ينفع لان ده ratio ولا يعامل معاملة الفريكشن ولكنه على صورة fraction يبقى الفريكشن والريشيو زي ما بيقولوا كده وجهان لعملة واحدة هم الاتنين مراضفين لبعض وبيني وبينكم هم الاتنين في الاصل division يعني ما رحناش بعيد يبقى البطل بتاعي مين اوعتينس البطل بتاعي divided وانا حابة انك تحب وتتعامل معاه بمنتهى السهولة طالما معاك الكالكوليتر او مخك منور يلا حبيبتي بينا على سؤال ليكم ready مستعدين ادي السوال the ratio between 14 and 18 حضرتك بقى اخد كده في ورقتك 14 to the ratio 18 شوف هتتعامل معها ازاي وتطلع لي the simplest form يعني تطلع ال ratio ما بينهم يعني تفضل وراهم simplify simplify divided divided لحد ما تطلع للحل هي مش طويلة ولا حاجة وبالعكس دي سهلة جدا وفي ناس حلتها خلاص بالنظر ولواني ما حبش التصرع يا ريت انا قلت نستخدم الورقة والقلم نكتب step by step عشان نطلع الحل وهنختار الحل سريعا يا تارا 7 ratio 6 ولا 7 ratio 9 ولا 6 ratio 9 ولا 6 ratio 7 انا بعد 10 ثواني وبعدين بقولك الاجابة طيب الاجابة الصحيحة B 7 ratio 9 سؤال جمان The ratio between المراضي 24 and 18 خدهم يلا في الورقة بسرعة ويكتبوا حل مستني مش هوريكي الاجابات دلوقتي عشان ما تختارش غلط مش عايزين تصارع حبيبتي يلا مين كتب مين طلع الحل اوكي 4 ratio 3 ولا 6 ratio 3 ولا 8 ratio 3 ولا 3 ratio 4 التصرع محدش يتصرع الاجابة الصحيحة فعلا A اللي هي 4 ratio 3 thank you ندخل تاني على applications من نوع جديد ونشوف ايه المطلوب مني المراضي مطلوب من حضرتك express these ratio by two methods يعني ايه two methods طريقتين للحل ازاي هحل بطريقتين يعني لأ هتعرف دلوقتي حالا يعني ايه تحل بطريقتين اولا ناخد example A وبعدين نخش على B example A بيقول 8 and 12 كل اللي مطلوب من حضرتك انك حضرتك ال8 to the ratio ال12 وبعدين تسأل نفسك يا ترى هم اللي اتنين ينفعوا divided اي حاجة في الدنيا يعني هم اللي اتنين في نفس الtable اكيد واحد هيقولي ميس دول هم اللي اتنين في table 2 وواحدة تانية ردت وسمعتها بتقول ميس هم اللي اتنين في table 4 طب يا ترى اتعامل اكتب table 2 ولا اكتب table 4 بصوا بقى الانسب والاصلح والافضل ان حضرتك تكتب table 4 ليه بقى لان كل ما ابتدي بالdivision بالنبر الاكبر كل ما هوصل للحل النهائي اسرع طب ازاي الكلام ده هوريك عملي انا عملت كده divided by 2 فهيطلع الحل ايه 4 to the ratio 6 هلقي نفسي قدامي 4 و 6 وال4 وال6 وهم اللي اتنين ينفعوا divided by 2 مرة تانية طب لما ينفعوا divided by 2 مرة تانية اعمل ايه انا بقى دلوقتي هعملهم divided by 2 هيطلع 2 ratio 3 وهو ده simplest form اللي انا اقدر اكتبه بشكل fraction 2 over 3 يبقى هما دول الايجابتين اللي هو عاوزهم مش هو طلب منك 2 methods حل طيب ومكن اعمل حاجة تانية بصوا ممكن اعمل 8 ratio 12 على طول divided by 4 على اساس انه هو النمبر الاكبر اللي انا قابلته في مخي يعني هما الاتنين ينفعوا divided by 2 هما الاتنين ينفعوا divided by 4 لو انا عملت divided by 4 هاوصل للحل النهائي اسرع for one step وصلت وبرضو هيكون نفس الحل بصيرة الفراكشن او بصورة الفراكشن بنفس الطريقة الطريقة التالتة الطريقة التالتة واللي كتير منكم هيفضل انه يشتغل بيها الا انا ايه هي بقى الطريقة التالتة انه حضرتك automatic اول ما تشوف ratio between two numbers بصوا على الكالكليتر تروح عامل 8 over 12 or 8 divided 12 الكالكليتر هيطلع لك الحل عامل ازاي بقى على طول هيطلعوا 2 over 3 هو هيطلعه لك كده تقومين تكتبولي على شكل ratio 2 to the ratio 3 ايه رأيكم حلوة دي تمام يبقى انا دلوقتي قديني طريقة من اتنين يا همشي step by step خد بالك انا في كل الاسئلة هحاول امشي كده وكده همشي step by step بالsimplifying او لو حضرتك بقى شايف اني numbers كده تقيلة على قلبك حبيتين ارقام صعبة يعني مش دول مش ال 8 و 12 نقدر ان احنا نلجأ للكلكيليتر المعين والمساعد بتاعنا احنا اتفقنا ان هو سلاح التمييز للقضاء على جميع الفيروس اللي هنقابله في صورة divided لو دخلت لو دخلت على number b وكتبت 14 to the ratio 128 هطلب من حضرتك تضحك علي وتقول ينفع اعملهم هما اللي 2 divided by كام والله انا عارفة انه 2 numbers دولة even هما اللي 2 even فيبقى انا هعملهم هما اللي 2 divided by 2 بس انا اقدر اعمل 14 divided by 2 تبقى 7 لكن الصراحة ما عارفش اعمل 128 اي نعم يا سهلة جدا اهي بصوا 12 لوحدها divided by 2 تبقى 6 ولقيت لوحدها divided by 2 تبقى 4 وديني حلتها لكن انت مش عارف طب هتعمل لي ايه هتروح جايبك الكالكيليتور بتاع سياتك وتكتب 14 divided 128 او 14 over 128 هيطلع لك على الكالكيليتور الحل جاهز بس على شكل fraction 7 over 64 هو هيطلع كده بالكالكيليتور فتقوم حضرتك محوله على شكل ratio صعب الكلام ما ظنش نركز شوية في الاجزامبل C معايا 2.4 and 18 اقسم بالله لو انت استخدمت نفس الطريقة بالكالكيليتور هيطلع لك الحل في خطوة واحدة ولكن لابد من حضرتك تسمع شرح التعامل كيفية التعامل مع number عنده decimal point decimal point دي بقى لها قصة وحدودة عشان اتعامل مع decimal number في الفريكشن او في الريشيو بمعنى اصح لازم الاول الجاء لوسائق المساعدة to get ribbed يعني اتخلص من decimal point الوسيلة الوحيدة الطريقة الوحيدة اللي حجرتك درستها علشان تتخلص من decimal point وترميهي لي برا هنا هو انا عملت كده حركة به لوانية حركة اسمها فعلا times ten لو انت عملت multiply by ten يبقى انت كده قدرت تتخلص من decimal point بتاعة 2.4 تخلصت منها راحت فين طلعتها برا على اقصى اليمين فبقت لا وجودة لها بس الكلام ده مع ال2.4 طب وال 18 بسيطة احط الها زير ما هي times ten يعني حكت بالنumber الجديد اسمه ايه بقى 24 to the ratio cam 180 وصلت كده طب اتعامل ازاي مع ال24 وال 180 والله انا شايف انه ال 18 من غير الزيرو الزيرو ده اصله بطل معانا من غير الزيرو ال18 وال24 حد هيقول لي اه مصدل ينفعوا في table 2 تمام وحدة وحدة تانية سمعتها قالتلي ينفعوا في table 3 على فكرة 24 و18 موجودين في table 3 حلو قوي طب انا راضي زمتك ودميرك وانت حكومي بنفسك 24 وال18 طالما موجودين في table 2 ينفعوا divided by 2 وطالما موجودين في table 3 يبقوا اكيد اكيد ينفعوا divided by 6 اه عندك حق يمس يبقى 24 divided by 6 equal 4 وال18 divided by 6 equal 3 والزيرو الوحدة ها divided by 6 equal 0 اصبح معايا 4 to the ratio 30 طيب كده خلصت لا انا ملاحظة انهما الاتنين even يعني i can divide one step more هعمل هما الاتنين divided by 2 يبقى الحل 2 to the ratio 15 هو ده الكلام لو وصلت لل2 مع ال15 ال2 طبعا لانها prime number ولانها هي اصلا simple في روحها كده مش هتنفع تبقى simplified anymore الا لو كان قصدها even number لكن الcompared معاها ده 15 وال15 ما هواش even اذا خلاص ما فيش comparing anymore طب الطريقة الثانية تو شو ده ريشو ان انا هكتبهم على شكل ايه الفريكشن العبقري بتاعي تمام هي دي الطريقة اللي حضرتك مطلوب منك تحل بيها طول السنة طول السنة لان الرشو ده مكمل معانا لحد اخر يوم في السنة اوكي ندخل على دي سريعا معايا 185 5 and 3 170 الحمدلله ما عنديش decimal point بس الحمدلله عندي two numbers مكالكعين حبة حبة مش كتير يعني اوكي لكن انا ملحظة وجود مين في الـ 5 ومين في الـ 0 ف I can divide by 5 يلا بالكالكليتور بتاعك طلع 185 divided by 5 هتطلع ان شاء الله 37 وال 370 divided by 5 هتطلع ان شاء الله 64 34 او طب ايه 37 و74 دول انا معرفهمش ومش حافظ اي tables فيها الحلول دي او عندك حق والله انا مصدقاك مصدقاك ومصدقاك عشان فعلا انت مش حافظ table 37 طب ايه الحل اقف كده واقول خلاص خلصت وصلت لل final result خلاص انا كده وصلت لل simplest form ما انا مش عارف حل اني مور لا امال سلاح التلميذ راح فين طلع الكالكليتور بسرعة واشتغل معايا حطلي 37 divided او over 74 هتلاقي نفسك وصلت الحل اسمه one ratio 2 ايه one ratio 2 ايوة يعني الكالكليتور هكتب لك half الhalf دي جات من اين دي جات من اني 37 equal النص 74 ده معناه ان انت كده عملت divided by table اسمه 37 انت مش حافظه انت مش حافظه ولا انا حتى حافظه محدش بيحفظ table 37 امال احل ازاي امس وانا مش حافظة table 37 الله معانا الكالكليتور قلنا امال احنا بنعمل ايه من الصبح كل شغلنا بالكالكليتور تقريبا اوكي next يلا المرة دي هعمل ratio بس المرة دي عندي two numbers لهم decimal point وانا قلت اهم حاجة ان انا احضر numbers من غير decimal point عايزة get rid of the decimal point هعملهم هما الاتنين times كام اه قديم احنا قلناها من شوية نعمل times 10 حل بقى كده عندي two numbers عبارة عن 15 and 25 بسيطة miss ما انت يعني سهلتها علينا خالص نعمل divided by 5 تبقى هنا three to the ratio five excellent very good ايوة برافو عليك وهتحطها لي على شكل كمان الفراكشن تبقى three ratio five equal three over five وبكده وصلناه بسرعة حستو بحاجة ابدا شفتوا ايه دي خفيفة ازاي اهو ادي الاسئلة وادي طريقة الحل طيب لو جينا example number f هنشوف نلاقي اوبا انا عندي fraction اصلا من الاول and fraction تاني اتعامل ازاي مع two fractions حضرتك قلت يا مثل الريشو fraction واحد بس ايه بقى اللي جابت two fractions لا ده موضوع كبير ده حضرتك انت عندك ده كده هو first number وده هو second number يعني حضرتك المفروض تتعامل مع two fractions دول على انهم two numbers وهذا لا يجوز ما ينفعش اتعامل مع الريشيوز قبل ما احضرهم على شكل whole number يعني ما ينفعش اتعامل معاهم وهم بصورة fraction طبعا مليه حولهم لديسيمل يعني زي المثال اللي فات الصراحة برضو لا امال ايه بصوا بقى في كذا طريقة للقضاء على صورة الفراكشن عشان احول الريشيو اللي عندي لtwo numbers اقدر اعملهم simplify اول طريقة انه حضرتك تلاحظ معايا الدينامينيتر وهو ده الاصل لاحظ لكده الدينامينيتر الـ eight والsixteen قرايب قصدي matching ليقين على بعض فيهم من دم بعض فيهم من روح بعض صحاب يعني من نفس الـ table اه تصدقوا اصل الـ eight لو عملتها times two تبقى sixteen بس ياو steps يبقى مطلوب من سيادتك انك تحول الـ seven over eight لحاجة over sixteen بسيطة يعني انا عملت الـ eight times two فبقيت 16 اذا اجبار علي ان نعمل الـ seven هي كمان times two فهخليها 14 to the ratio nine over sixteen طيب وحنا كده استفدنا ايه حولناه من fraction لـ fraction تاني اكبر منه ما فهمناش حاجة لا ازاي احنا مش حولناه لـ fraction اكبر منه احنا حولناه لـ fraction من denominator شبه الـ denominator التاني الـ denominator لو هما الـ الـ equal يبقوا كده خدموني احلى خدمة هعمل كده على جنب times sixteen يعني ايه times sixteen يعني الفريكشن ده ككل 14 over sixteen لو جربت على الكلكليتور تكتبه times sixteen ده معناه انك تخلصت من الـ sixteen اللي تحت وتبقلك الـ fourteen فقط وكذلك بالنسبة لل 9 over sixteen لو عملت تايم الـ sixteen ده معناه انك قضيت على الـ sixteen اللي تحت وتتبقلك الـ nine فقط اصبح عندي fourteen to the ratio nine طيب وبعدين فين بقى الراشيو اللي هين اهو fourteen to the ratio nine تعالا بقى ندور فيهم هما اللي اتنين ينفع اعملهم divided by كام يا ترا كام يا ترا كام قول مافيش او الله طب مش عارف طب تيجي نحطهم على الكالكيليتور fourteen to the ratio nine والله fourteen to the ratio nine هيطلع لك على الكالكيليتور equal fourteen over nine يا اما هيطلعها لك بصورة decimal number وده مش مقبول كراشيو يا اما هيطلعها لك بصورة mixed number وده مش مقبول كراشيو يبقى الراشيو بتاعي خلاص ظهر في شكل fourteen to the ratio nine او باستخدام الكالكيليتور من البداية خالص ظهر على شكل fourteen over nine طب كم ممكن استخدم في السؤال ده الكالكيليتور من الاول خالص اه كم ممكن انا اكتب من البداية خالص seven over eight اعملها على طول بالكالكيليتور divided in nine over sixteen فكانت حتطلعلي fourteen over nine في one step وده مفيش مشكلة فيه خالص وبالعكس انا بشجع ان انت تشتغل به في حالة وجود الفريكشنز وفي حالة وجود النومبرز اللي انت شايف من نفسك انها صعبة عليك تتعامل معها وبس كده السؤال اللي بعد are you ready سؤال 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 السؤال ده ليك انت اللي هتفكر هتحل لوحدك وتجاوب لوحدك بص كده لو انا عندي ratio between one point two five and one point five هتحمل معهم ازاي وشوف خد بالك لو انت عندك one point two five decimal point بتاعتك decimal point بتاعتك محتاجة two places عشان تطلع بره لكن هنا محتاج one place بس عشان يطلع بره وده مش هينفع يبقى انا لازم اتعامل على اساس العدد الاكبر من places بمعنى اصح لازم تتعامل على اساس الone point two five مش على اساس الone point five وصلت طيب شوفوا كده انتوا حلتوها ازاي معاكم عشر ثواني وده وده الانسر يطرى seven ratio six ولا six ratio seven ولا one ratio two ولا five ratio six انا عارفة ان فيه كتير تخضوا وارتبكوا علشان ما طلعوش الحل صح تاني ارجع انبهك ان الone point two five محتاجة two places عشان تحرك الpoint تطلع بره عشان اتخلص من الpoint هعملها times one hundred طب انا اعملها times one hundred واعمل الone point five times one hundred برضو مش times ten وباس عشان هما الاتنين لازم يتعاملوا نفس المعاملة فهتلاقي ان الحل يظهر معاك الاجابة الاخيرة five ratio six طيب properties of ratio خصائص الرشو او مميزات الرشو او صفات الرشو الرشو ده بيتميز بايه اولا the ratio has the same properties of fraction له نفس الخصائص والمميزات بتاعت الفراكشن طب والفراكشن ده احنا كنا بنعمل بايه it can be reduced يعني reduced يعني simplified وكمان can be compared اه يعني الفراكشن والرشو زي ما قلتلك من شوية وجهان العملة واحدة الحاجة التانية number two the two terms مين the two terms دول ها the first term will second term the two terms of a ratio should be should be two integers integers دي كلمة جديدة لنج معناها whole numbers كلمة integers معناها whole numbers يعني the two terms بتوع الرشو لازم لازم يكون whole numbers بدليل ان انا لو ظهرلي decimal number لا لازم اتخلص من decimal point لو ظهرلي fraction لا لازم اتخلص من من الفراكشن واخلي كل number منهم على شكل whole number طيب ايه هي السمة الثالثة للرشو اهم حاجة كمان ايه هي اهم حاجة the two terms of a ratio should have the same measuring unit ده اللي كنت بتكلم عليه في الاول يعني ماينفعش اقارن ما بين سعر ووزن ماينفعش اقارن ما بين طول وحجم ماينفعش اقارن ما بين عمر وطول ماينفعش لازم هما اللي اتنين يكونوا having the same measuring unit مش بس كده ماينفعش اقارن ما بين ميتر وسنتيمتر الله ما هما اللي اتنين طول هما اللي اتنين length لكن لازم احول الميتر لسنتيمتر عشان اقدر اتعامل وهنشوف ازاي كمان شوي طيب the ratio between two similar quantities the two similar quantities has no unit مين دا اللي has no unit يا ميز دول عندهم متر وسنتيمتر وحاجات بس ratio نفسه الحل النهائي in the simplest form مالوش unit ما بكتبش جنبهم ما في الاخر ترقوا كم سنتيمتر ولا كم pound ما فيش كده اوكي طيب are you ready في سؤال بقى لو انت فهمت ال properties اللي احنا قلناها دي هتعرف تجاوب هذا السؤال بمنتهى البساطة السؤال بيقول هو علي وهاني حقار ما بينهم في ايه يعني في ايه هما الاتنين ولاد مش عارف بصراحة طالما ما فيش numbers يبقى انا مش هقدر فعليا اعمل ratio لكن اقدر ابص كده في الاجابات واختار الحل الانسب مع تركيز كامل اولا 50 kg ثانيا 0.25 cm ثالثا 1.5 pounds رابعا 0.7 بس يطار يطار ريشو بتوين علي و هاني ممكن يكون 50 kg ولا 0.25 cm ولا 1.5 pounds ولا 0.7 من غير يونتز اه فعلا هو هيكون 0.7 من غير يونتز عارفين ليه اصل 0.7 دي على الكالكيليتر اسمها 7 over 10 يعني fraction يعني اسمها 7 to the ratio 10 ميز بس انا كده معرفتش انا قارنت بينهم في ايه في وزن ولا طول ولا فلوس تحوشت العمر لا مش مهم عندي انا قارنت بينهم في ايه لان كده كده الريشيو مالوش يونت والسؤال ده ما بيعتمدش على الحسابات السؤال ده بيعتمد على الفهم زي ما مطلوب من حضرتك دايما السؤال التالي the ratio between احمد زماني بقى اللي هم 15 جنين 15 pounds and the خالد فلوس خالد بقى اللي هي 25 pounds كام ratio كام يلا برافو يا ترى 5 ratio 3 ولا 3 ratio 5 ولا 5 ratio 4 ولا 4 ratio 5 very good الاجابة فعلا بي 3 ratio 5 لان انا عملت كل واحدة منهم divided by 5 فتلعوا 3 ratio 5 نرجع للأبليكيشونز بتاعتنا والمراضي مطلوب put each ratio in its simplest form ونفس الكلام اللي فيه هنحل حل سريع ويلا ديكم معا 6 6 6 خفيفة ازاي انا بحب دايما بعد ما اخلص كل ريشيو احطه في برواس شيك كده مش عارفة ليه ودايما كمان احب اطلعوا بالصيغة التانية بالصورة التانية على شكل fraction اوكي number B يلا بسرعة 15 و 24 نيس دول مش في نفس التابل انت كذب انت كذبها sorry مش قصدي كذب بجد مش كذبها تروح النار لا راجع نفسك وما تتصرعش 15 ratio 24 هم اللي اتنين يطرف تابل كام دول مش في تابل 5 ايوه بس في تابل 3 هم اللي اتنين كان بي divided by 3 دي تكون 5 ودي تكون 8 طب 5 ratio 8 لا ما ينفعوش في اي تابل تاني خلاص يبقى انا كده وصلت لل simplest form واقدر اكتبها على شكل fraction تمام 21 ratio 9 21 ratio 9 21 دي في تابل 7 ينس ايه اللي جابها لل9 ياا استاذي ركز حبتين حبيبي هم اللي اتنين divided by 3 يطلع الحل 7 ratio 3 7 with 3 cannot be divided anymore يبقى cannot be simplified يبقى هو ده simplest form واقدر اكتبه على شكل 7 over 3 باستخدام صورة الفريكشن طيب 50 وال700 اولا انا هعمل كده canceling للزيرو والزيرو اللي في اليونتز وهقول ان انا بيني وبالنفسي عملت divided by 10 فاذا اصبح عندي التعامل مع 2 numbers 5 ratio 70 ال5 وال70 هما الاتنين مع بعض لما هعملهم divided ملوش حل عندي غير في table 5 يبقى divided by 5 equal 1 انما 70 انت مش حافظ table 5 divided by 70 divided by 70 divided by 70 اسألك الكلية يرد عليك ويقول لك equal 14 يبقى equal 1 over 14 ليه يميز دايما تكتبي الفريكشن مع انه مش مطلوب انا بحب كده طيب 54 ratio 18 يلا بسرعة قلولي هما الاتنين even يعني ينفع divided by 2 بس انا مش عارفة 54 في table 2 دي تبقى كام 54 divided by 2 نعمل long division لأ طبعا في calculator وحاجة تانية مش شرط ان انا بتدي divided by 2 حد تاني ممكن يقولي ميز ينفع على فكرة divided by 3 اقولك بقامرت ايه بقامرت ان 5 plus 4 equal 9 وال9 تنفع divided by 3 يبقى 54 تنفع divided by 3 حد خد بال انا قلت ايه هقول مرة تانية وبسرعة ال 5 وال4 هقول مرة تانية ال 5 وال4 plus بعض equal 9 وال9 تنفع divided by 3 يبقوا 54 على بعضهم ينفع في table 3 والله كلام جميل جدا بس انا قلت من شوية في مثال قبل كده انه اللي ينفع divided by 2 وينفع divided by 3 ينفع نخليه divided by 6 خاصة لو كانت ال 18 كمان في table 6 طب ما انا كده هنجز هوصل بسرعة مش انا قلتلك ابتدي بالdivision الكبير عشان تخلص الحل اسرع يبقى كده انا عندي 9 ratio 3 طيب خلصنا كده وصلنا هو ده simplest form ايه واي stop بسي كده 9 ratio 3 هم اللي اتنين ينفع divided by 3 يعني هخليها 3 ratio 1 3 ratio 1 بالfraction equal 3 وبس equal 3 وبس ما ينفع ش over 1 طيب سؤال number F 17 over 85 ايه 17 over 85 دي ينفع كده 17 over 85 لا طبعا ليه بقى لانه 17 وال85 دولا fraction طب ما هو fraction هو هو ratio يعني انا 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 اتعامل معاهم بنفس الطريقة اعمل لهم simplify زي ما كنا زمان بنحل simplify عارفين كنا بناخد الكلام ده من امتا من junior 2 او والله طب 17 وال85 اقولك كمان في تبل كم بالأمار ومن غير زعل divided 17 هما الاتنين في تبل 17 طب انا مش عارفاها دي دي صعبة قوي علي ايوة والله فعلا صعبة بس بالكالكيليتر تحط المنظر ده على بعضه كفركشن بالكالكيليتر هيطلع لك الحل في كلمة واحدة في قولي ان الراشيو بتاعك 1 راشيو 5 طيب كمان سؤال number g يشبه السؤال اللي قابله بالزبط هحطهم اللي اتنين على الكالكيليتر يلا قلولي سبقتوني في الحل تلقت 1 راشيو 6 معنى وجود ال1 ان انا كده عملت divided by can by 19 excellent انا مبسوطة قوي يبقى كده equal 1 راشيو 6 تمام طب لو جري سؤال زيه ده بقى ratio quarter اه نيس انت جديتين زيه من شوية يبقى احنا نعمل 2 times 4 علشان نتخلص من ال denominator يعني نخليهم هما الاتنين common denominator قصد كميس نعمل lcm between 2 وال 4 علشان نخلص من half ونخليها على شكل ايه لو انا عملت جي بس الوحداها times 2 ودي بس الوحداها times 2 فانا هخليها 2 over 4 ratio 1 over 4 وبكده اقدر اعمل هما الاتنين times 4 مش divided 4 للتخلص من ال denominator وبكده اكون وصلت ل 2 ratio 1 وطالما ظهرت ال 1 يبقى انا وصلت لل simplest 4 اللي هي equal 2 اوعى تقول over 1 اسمها 2 وبس اوكي next طيب مثل لو انا عندي سؤال زي دول fraction ratio fraction من الاول انا عندي denominators common similar denominators يبقى قطر خير الدنيا ويبقى هو خدمني قال لي كلمة السر كده ما بينه وما بين نفسه تعملي times 5 للتخلص من ال denominator اصبح بقي عندي 4 ratio 2 و4 ratio 2 معناها ان انا اعمل الاتنين divided by 2 يبقى انا هرجع تاني اقول 2 ratio 1 in the simplest form ودي معناها 2 حتش اقول over 1 نيجي لسؤال j abodecimal point انا عندي decimal number ratio decimal number ركز تاني انت خدت سؤال قبل كده بالمنظر دوت اللي كان عايز 2 places to get rid of the point طب اعمل ايه هعمل هنا times 100 طب ليه ما عملتش times 10 وانا عندي هنا 1 place علشان على حسب الاكتر هنا انا عندي 5.75 محتاجة 2 zeros to get rid of the point so بقى هنا عندي 230 لاني هزود مكان وهنا بقى عندي 575 بتوجعش قلبك معايا وحطوهم الاثنين على الكالكوليتر بشكل divided بشكل ratio بشكل اي الحكين اللي انت عايزو هيطلع على طول 2 ratio 3 equal 2 over 3 thank you سؤال k يلا بسرعة 0.84 to the ratio to 1 over 3 yeah ده موضوع كبير جدا ايه ده بقى نعمل ايه في الكلام ده طيب واحدة واحدة كده معايا بسرعة نشوف نعمل في ايه اولا 0.84 دي مش مناسبة خالص لان عندها decimal point مش مناسبة خالص للمixed number اللي عندي طب الحل ايه احنا عايزين نقرب وجهات النظر دلوقتي في واحدة ماشية في وادي ودي واحدة ماشية في وادي يبقى الفرست ترم عندي ده بيعبر عن decimal point وال second ترم عندي بيعبر عن mixed number ده ماشي في وادي وده ماشي في وادي ده ماشي في طريق وده ماشي في طريق عايزين نقرب الاتنين يمش في نفس الطريق انا ممكن بسهولة جدا احط 0.84 divided to 1 over 3 طيب او التعامل بقى كيفية التعامل على اصوله ازاي 0.84 دي معناها 84 over 100 ولو مش عارف تحولها انت لفركشن جبها تبقى cam over cam او بمعنى اصحة ومش هيديها لك كمان 84 over 100 ده هو هيديها لك على طول على شكل 21 over 25 يعني بدل 84 over 100 هيكتبها لك على طول على شكل 21 over 25 بالكالكيليتور طيب امال بالنسبة للميكس number 2 1 over 3 انا ممكن احولها برضو لفركشن عشان تبقى مناسبة للفركشن التاني احولها لفركشن ازاي نرجع بالذاكرة كده ونفتكر يلا ها من تحت الفوق وببتدي اعمل multiply يعني 3 times 2 وبعدين add 1 تبقى 7 over 3 قدامك حاجة من اتنين يتعرض تعملي simplify 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 يتحطهم لتنين على الكالكيليتور whatever اللي انت هتعمله طب لو انا مش عارفة اعمل 103 دول مش عارفة اعمل لهم common denominator مش عارفة اعمل لهم lcm قدامك طريقة تانية وسهلة جدا انك تعمل crossed multiplication يعني يعني تعمل تبديل اللي كنا بنعمله من زمان ده اللي هو ازاي يعني اقولك ازاي حالا صبرا معايا كده بس نشير الحتة دي واقولك ازاي حالا يقمر بصوا كده الزير هعمل 100 times 7 وهعمل 3 times 84 هكتب الحل بتاع 3 times 84 هنا وهكتب الحل بتاع 100 times 7 هنا هما الاثنين هيطلعوا 2 numbers good long وهعملهم عالكالكليتور المهم بعد كل الstep لو انت كتبتهم عالكالكليتور بشكل fraction او ratio يعني divided يعني هيطلع لك 9 ratio 25 5 اخر سوال لو جالي كده بالمنظر ده mixed number divided 5 over 6 اقسم بالله لتحط المنظر ده زي ما هو عالكالكليتور عارف عالكالكليتور هيتطلع لك حل ايه اهو الحل كده في خطوة واحدة 9 ratio 5 9 over 5 يعني 9 ratio 5 بصوا كده help يعني help الحقوني عايزة مساعدة عندي مثال مهم جدا جدا لازم نحله مع بعض يعني الكلاس ده mix مليان boys على girls بس عدد boys 15 وعدد girls 20 وكل المطلوب من حضرتك find ايه بقى طلب طلبات الطلب الاول the ratio between the number of boys and the number of girls الطلب التاني the ratio between the number of boys and the number of all pupils طلب التالب the ratio between the number of girls and the whole number of class نرجع تاني الطلبات المطلوبة في كل الطلبات مطلوب ratio مطلوب ايه ratio هنعمل ratio بس في اول واحدة عايزة عمل ratio between مين ومين boys and girls حلو الكلام تمام يعني ال ratio المطلوب مني boys to girls نبدأ كده بأول واحد boys to girls ال boys كان عددهم كام بصوا كده معي ها 15 and 20 يبقى انا هكتب كده عدد boys وال girls ال boys كانوا 15 وال girls كانوا 20 وبكده ما فيش ابسط من كده كلام وهعمل divided by 5 في السريع انا شايفا كنتوا سابقتوني equal 3 ratio 4 طلب التاني كان طالب بصوا كده طلب التاني كان طالب مني ال boys and all pupils boys and all pupils ال boys اللي هما كان عددهم 15 وال pupils اللي انا مش عارفة عددهم كام بس انا عارفة ال boys وال girls كام ال boys 15 وال girls 20 يبقوا هما الاتنين على بعض ايوة 35 بسيط وبرده 5 يبقى انا هاختصرها كده بسرعة 3 ratio 7 الطلب التالت والاخير كان طالب ال girls to the ratio of the class عدد ال girls كان 20 والclass احنا لسه حاسبينه كان فيه 35 على بعض وبرده في طيب ال 5 تبقى 4 ratio 7 صعب الكلام no important ratios الimportant ratios دي يعني من ضمن ال ratios الهامة جدا اللي لازم حضرتك تعرفها كويس جدا اولا اولا the ratio between the side length of a square and its perimeter equal 1 ratio 4 تاني الرatio between او ايه side واحد من square to the ratio its perimeter side الواحد يعني 1 والperimeter يعني 4 sides او يبقى الرatio ده 1 to the ratio 4 بسيط number 2 the ratio between the perimeter of an equilateral triangle and its side length المرة دي الperimeter بتاع الéquilateral triangle الperimeter بتاع اللي هو ايه الéquilateral triangle اللي هو 3 sides بيكونوا equal in length يبقى الperimeter بتاع 3 times يبقى 3 ratio 1 يبقى 3 ratio 1 اللي انا اقدر اكتبها 3 وبس عشان عايب نكتب 3 over 1 تمام اوكي number 3 the ratio between the diameter length of circle and its circumference الRatio between diameter والcircumference الDiameter والcircumference equal ايه هو وحفكرك بس بحاجة صغانطوطة كده لو انا قلتلك الصircumference بتاع الصircumference equal pi d يبقى ratio between الصircumference والDiameter equal a equal pi طب لو انا قلبت وقلتلك الرatio between الDiameter والcircumference equal a equal 1 over pi وصلت كده ok next the ratio between the length of the radius المراضي and the circumference equal 1 ratio 2 pi لاني radius نص الDiameter ok are you ready اليكم سؤال the ratio between the parameter of a rhombus and its side length احنا ما جبناش سرة الرombus فعلا بس الرombus معروف انه عنده four sides equal in land يبقى ratio between الparameter of a rhombus and its side length is what فكر بسرعة وقول 1 ratio 4 ولا 1 ratio 3 ولا 3 بس فعلا مبسوطة منكو جدا 4 سؤال بقى square of side length 4 centimeter and the ratio between its side length and its perimeter is what تاني the square side length بتاع 4 centimeter and the ratio between its side length and its perimeter is what the ratio between side and perimeter between square side 1 and perimeter top bs side 1 and perimeter yibbaka كم وكم ها فعلا 1 ratio 4 bravo والله انا سمع تمام بصوا كده الاختيارات which one الاولى واحد هيسألني نستب ايه فايدة الفور سنتيمتر للدهاني دي منضحك عليك لقد وقعتم في الفخ انا اخدتك في بداية السؤال لل 4 سنتيمتر وهي في الحقيقة ملهاش اي لزوم وصلت فنركز شوية في الكلام لاني اسئلت السنجي كلها معتمدة على الفهم مش الحبز شكرا ratio between the perimeter of a square and that of an equilateral triangle if the side length of each is 3 سنتيمتر يعني ratio between ايه و ايه المراضي perimeter بس بتاع square والتاني بتاع equilateral triangle اوضا انت لازم تحسب شوف square الparameter بتاعه يتحسب ازاي والequilateral triangle يتحسب ازاي الparameter بتاعه تحسب هملي على جنب في كل راستك وتقول لي الratio بعد simplify هيطلع كام ratio كام يا ترى 1 ratio 4 1 ratio 3 4 ratio 3 ولا 3 ratio 4 صحيح 4 ratio 3 اكسلنت application سريع find in its simplest 4 ratio جديد بس المراضي ايه ده 250 piastres and 7 and a half pounds 7 and a half pounds يعني نقدر نحولها لبياسترز اصلا ماينفعش هتعامل مع piastres قصة pounds ما العمل ايه لا ده انا هعمل كده بق 250 piastres دي احول 750 piastres زي نقول تاني نقول تاني 250 piastres تبدأ piastres زي ما اما 7 and a half pounds لازم تحول الى piastres زي وبعدين cancel 0 مع 0 وبعدين 25 ratio 75 والله ده نحفظ على فكرة table 25 حفظ table 25 يعني divided 25 هتبقى 1 ratio 3 في 5 ثانية وهو ده السؤال الاول السؤال التاني 2 and a half hours and 75 minutes احول ال hours ال minutes ولا ال minutes ال hours لأ طبعا ال hours لما حاول ال hours لمنتز يعني اعمل times كام times 60 اكتب على الكالكليتر على طول 2 and a half وعمل times 60 هتتحل الوحدة 2 and a half times 60 هتطلع 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 150 قصدي 150 يبقى ايزا انا هكتب 150 minutes to the ratio 75 minutes واحدة هيقولي مثلا انا ملاحظ ان 150 دي double 75 ده لو انت بقى مخك مصح صح سمعاني حبيبتي برافو يعني انا ممكن اعمل هنا ديفايد 75 مرة واحدة هعمل هنا 2 to the ratio 1 ولو انا قلتلك اكتبها لي على شكل fraction اكتبها لي 2 بس اوعى تكتب over 1 وبكده يكون السؤال التاني كمان خلاص التالت 12 kerats and 1.25 fat dance 12 kerats and 1.25 fat dance الفat dance لkerats علشان ما ينفعش العكس يبقى times 24 الone and quarter times 24 دي على طول تديني 36 يبقى انا حكتب 12 ratio 36 وانا ملاحظة ان 12 و36 في table 2 و3 و4 و6 اعلى حاجة كمان في table 12 انا حفظة table 12 لو انت مش حافظ انت حر يبقى 1 ratio 3 وخلصت على كده بمنتهى البساطة صعب الاسئلة دي ولا التن الكيلو جرام لو حاولت الكيلو جرام لتن هتبقى 2.5 وابتدي تانية اتعامل معيها اتخلص من الpoint يعني احط لها 0s من تاني طب ما دي عباطة طب ما انا احول التن الكيلو جرام اعملو تايمز 1000 فبالمرة هشتغل على دي وبس مش هشتغل عن ناحية تي يبقى انا عندي 2500 ratio ال 1.75 تايمز ال 1000 يعني 1750 اول حاجة cross away او cancel 0s وبعد كده ابتدي اتعامل على اني ها divided by اللي حفظ معي table 25 table الربع جنيه عارفين table الربع جنيه انا بحبه جدا يعني اقول لي كده 250 فيها كم 25 عد كده على ايدك وما كم 25 بلاش اجرسها بالكالكوليتر بسرعة طفة ليه طفة ليه الكالكوليتر يلا حل بسرعة وقول لي 250 تبقى كم 25 10 برافو عليك طب 175 ها يبقوا كام برافو ها ايوة مش سمعة 7 الله ينور يبقى كده تمام قوي الكلام دوت السؤال اللي بعد يلا السؤال اللي بعد بيقول 3 weeks و 24 days هي days تتحول لت ولا weeks تتحول لت days لا weeks تتحول لت days يعني times 7 يبقى انا عندي 21 ratio 24 ميز بس عندك خلاص دي divided by 3 وملعوبة وخلاص قديمة جدا وسهلة جدا وبنعرف محلها لوحدنا ومتشكرين وخلصنا سؤال اللي بعد 8 meters و80 centimeters ده بسيطة جدا يعني times 100 يبقى 800 to the ratio 80 اول حاجة اول حاجة zeros وهما اللي اتنين اكيد divided by 8 equal 10 ratio 1 لو هكتبها على شكل fraction سوري لو هكتبها على شكل fraction هكتبها 10 only هكتبها 10 only تمام اللي بعده 5500 grams and 5 and three quarter kilograms اعمل ايه فيهم دولة؟ يلا بسرعة اقولي هحول الكيلو جرام للجرام ولو مش عارف خد النمبر ده كده على بعضه الميكس نمبر ده على بعضه وعمله times 1000 على الكالكيليتر يطلع لك الحل في ثانية 5750 طب لو مش عارف اعمل السيمبليفاي خد اللي اتنين على بعضه وبينهم divided على الكالكيليتر هيطلع لك الحل في ثانية 22 over 23 او ratio 23 عليش انا بصرع شوية لانه خلاص ده تكرار الفكرة وصلت اهم حاجة انه الفكرة تكون وصلت 32 months ratio 4 years يا طرى ال4 years دولة كم month اعمل times 12 يا عمو احنا هنوجع البنى ليه يبقى 32 ratio 4 times 12 48 هم اللي اتنين في table 2 وفي table 4 وفي table 8 الله طب ما اعمل divided by 8 طب مش هعمل حاجة خالص عملهم divided هم نسيمكليفاي على الكالكيليتر مرة واحدة ونشوف هتطلع كام هتطلع لو عملت divided by 8 هتطلع 4 ratio 6 divided by 2 اوكي تطلع 2 ratio 3 لو انت عملت عليك الكالكيليتر من الاول 32 divided 48 تطلع على طول 2 ratio 3 واخر السؤال معينا 3.75 litre and 1250 ميلي litre اخدي 3 7 5 سعي ما فصلتش اهو فصلت السؤال اللي فات 0 و 1 2 5 0 اولا cancel 0 حد هيلحظ يقولي 375 و125 هما الاتنين ينفعوا divided by 125 للي حافظ stable 125 واللي مش حافظ هيظهر له عالكالكيليتر الحل 3 وده معناه 3 ratio 1 لان 3 375 3 3 3 3 5 5 3 سؤال 300 grams ratio half kilogram يلا بسرعة يلا بسرعة حول half half grams واشتغل سمعتكم والله bravo عليكم مبسوطة منك جدا ومبسوطة منك جدا 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 يلا قلتلي الحل bravo هاختر ايه بقى 3 ratio 2 2 ratio 3 3 ratio 4 3 ratio 5 excellent فعلا 3 ratio 5 سؤالتين half day و18 hours half day و18 hours حول half day الday هو الاطول الday اطول من الهور يبقى حول half day هو الhalf day كم اور ركز وشوف تمام اختر ايه 3 3 2 ولا 2 ratio 3 ولا 3 ratio 8 ولا 3 ratio 8 برضو لا انا اصفة كانت هنا 2 ratio 8 sorry 2 ratio 8 which one فعلا 2 ratio 3 الله ينور عليكم انا الاوان اودعكم عارف اني طولت جدا 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 في lesson 1 بس بصراحة اصلي lesson 1 ده هو اهم lesson لو فهمت فكرته هتفضل مكمل معايا طول السنة easy 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 لو ما وصلت لكش الفكرة من اول مرة لازم تعيد lesson ده مرة واثنين 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 وثلاثة وخمست وخمست الassignment بتاعنا الhome والبتاعنا التكليف اللي على حضرتك النهاردة شوية اسئلة شبه اللي احنا خدناهم بالضبط مش بعيد خالص واحدة واحدة كده هتعمل شوية الاسئلة البسيطة دول تحلهم مع نفسك كده في كل راستك وتشوف نفسك تجرب نفسك انتو تعرف تحل ولا لا اول حاجة تاني حاجة اسئلة شوية اسئلة شوية سؤالين هم وكمان سؤالين وكمان سؤالين وgood bye ratio